بسم الله الرحمن الرحيم متوسط الطول في مصر بيبقى حوالي 170 سنتي للرجالة وحوالي 159 سنتي للستات ده طبعا في الغالب الأعم إلا طبعا من بعض الاستثناءات ولما الطول بيزيد أو بيقل عن كده فممكن نلاحظ بعض الإيجابيات أو السلبيات على الصحة العامة ده مش معناه إن مسألة الطول في الحالة دي هتعمل أي أمراض إنما ممكن بعض المشاكل الصحية وبرضو مش لكل والكلام اللي هنقوله إن شاء الله كده ده نتيجة لدراسات عملها بعض العلماء من الباحثين في المجال ده وعلى عينات من الناس والفترة من الوقت يعني في دراسة عملت لمدة خمس سنين على ستة تلاف واحد والنتيجة كانت إن الناس الطوال أقل عرضة لمرض السكر من القصيارين يعني القصيارين بيجي لهم المرض السكر أكتر ليه ما فيه السبب بوضع برضو العلماء قالوا إن الناس القصيارين بيبقوا عرضة لأمراض شرايين القلب التجية أكتر بخمسين في المية من الناس الطوال بالنسبة للجلطة اللي تيجي في المخ برضو قالوا إن الطوال أقل من القصيارين إن جالهم الكلام ده وده مرتبط بإن الطويل في الحالة ده لابد إن يكون وزنه مثالي يعني لا زايد ولا ناقص أما بالنسبة بقى فيه جلطات كده بتحصل في أي شريان أو وريد في الجسم فلاقوا إيه بقى إن القصيارين أفضل في الحالة دي من الطوال يعني إيه القصيارين في أمان أكتر من الطوال ما جلهمش الموضوع ده بالنسبة للرجالة بصفة خاصة بقى عملوا دراسة على خمسوية واحد ولو إن الطوال بتقل عندهم فرص ظهور مرض الألزهايمر اللي هو فقدان الزاكرة يعني وده بحوالي ستين في المية عن القصيارين بالنسبة للستات بقى لقوا إن الست الحامل لما كن طويلة فبقى فترة الحامل اللي عندها بتاخد وقتها الطبيعي لحد أخر لحظة بينما الست الحامل لما بتبقى قصيارة فممكن تولد قبل ما عادها بقى بيوم بساعة بيومين يعني وكل ده برضو ليه مفيش أي تفسير يجاوب على الأسئلة دي برضو عمل دراسة على 22 ألف واحد راجل من سبع بلاد مختلفة لقوا فيها إن القصيارين بيبقى عندهم فرصة أكبر إن شعرهم يقع يعني يبقوا قرع كده وزلبطة في دراسة تانية لقوا فيها إن القصيارين دايما أطول في العمر من الطوال وحتى أمراض اللي ممكن تيجي الواحد قصير لما بيقبر في السن الأمراض دي بتبقى من النوع اللي بييجي ويتعالج ويروح في وقت قليل برضو القصيارين بيبقوا أقل من الطوال في الإصابة بالجفاف نتيجة بقى لضربات الشمس أو التوجب تأماكن شديدة الحرارة إنما برضو عشان السبب دوت هلا إن الطوال يقدروا يعيشوا في الجو البارد وهم دفانين يعني إلى حد ما أكتر من القصيارين من مزد الطول للقصير إن الشخص هنا مش عرضة أوي لألام أسفل الظهر يعني هي المنطقة القطنية يعني ومنطقة الحوض سواء ألم أو حتى كاسر في المناطق دي لأن القصير بيبقى قريب من الأرض لو وقع عليها والوقع بتكون في الحالة دي خفيفة شوية أو حنينة يعني أما الطويل فلما بيقع الوقع بتاعته بيكون أعنف وأقوى وكله في الآخر بسبب الجاذبية الأرضية هذه دراسات تعاملت وتعاملت على عينة من الناس كترت أو قلت وخدت وقت برضو طبعا برضو كبر أو قل إنما في الآخر نقدر نقول إن دي ملاحظات صحيح ملاحظات لها قيمتها إنما نقدرش نعمل طبعا النتائج دي على البشر على كل البشر كمان في حاجة مهمة جدا إن الغالبية العظمى من الأمراض بتبقى يا إما نتيجة العامل الورصية أو نتيجة للتغذية غير الصحية أو لعدم التغذية من أصله أو بسبع وعدات وسلوكيات سيئة سواء في الأكل أو الشرب أو عدم مرشد أي رياضة أو نرفازها والعصبية والغضب أو المجهود الزيادة عن اللازم أو حتى عدم موجود أي مجهود على الإطلاق يعني حتى البيئة والهواء اللي بنتنفسه الأصوات اللي حوالينا وشدتها وعلوها أو كدهوته وكمان المناظر اللي واحد عينه بتوقع عليها ليل ونهار يعني كل ده وأكتر منه ممكن يكون لي دور قوي جدا في ظهور بعض الأمراض سواء أمراض عضوية أو نفسية ويمكن يكون أكتر بكتير بقى من حكاية الطوال والأسارين نياها دي إنما هي حاجة بصراحة لفتت نظرنا وحاجة ظريفة يعني وقلنا نعرضها عليكم مع كل طبعا التحفوزات اللي قلنا عليها بالإضافة لأن ما فيش تفسير علمي واضح أو على أساس قوي ومتين يقول لنا إيه السبب في المسألة دي أو دي وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته